تمر الانتخابات على الصابئة المندائيين في جنوب العراق مرور الكرام إذ لا يزال التمثيل لهذا المكون مغيبا عن مجلس النواب أو في مجلس المحافظة رغم أن العملية السياسية حفظت للأقليات والمكونات الأخرى مقاعد خارج التنافس عبر نظام الكوت الخاص بالمكونات ذات الأعداد القليلة بالرغم أنه لا توجد إحصائية دقيقة فيما يخص بأعداد الصابئة في محافظة ذيقار لكن الأعداد التقريبية بين 2000 إلى 2005 حاليا رغم الهجرة التي حصلت على أبناء الطائفة إلى كافة أنحاء العالم بالقرب من نهر الفرات يحتفل المندائيون في الناصرية هذه الأيام بعيد البرونايا داخل معبدهم عيد يأتي في أجواء يسيطر عليها الحذر بعد الاعتداء الذي تعرضت له عائلة صابئية العام الماضي بالأسلحة البيضاء واعتبروها استهدافا للأقليات في جنوب العراق ودفعهم إلى الهجرة ولو بالإكراه هو منحهم باعتبارهم مكون أصلي من مكونات المحافظة مقعدا لتمثيلهم والثانية زيادة عدد المقاعد البرلمانية للمحافظة التي تعتبر رابع محافظة في العراق الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية تشير إلى أن أعداد الصابئة تفوق في الناصرية عدد المكونات الأخرى الصابئة المندائيون يرون أن علامة الاستفهام لا تزال تسجل على عملية سياسية تدخل عامها الثاني عشر ويغيب فيها أقدم الأقوام الذين سكنوا العراق عن التمثيل السياسي والمناصب العليا في الدولة من الناصرية شاكر عواد الحدث